وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة نانسي بيلوسي الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس أمام الكونجرس الأمريكي بأنه هو الأسوأ مقارنة بأي شخصية أجنبية أخرى تمت دعوتها لتحدث أمام نواب الشعب الأمريكية وقالت بيلوسي أنها كانت تأمل أن يقضي رئيس الوزراء الإسرائيلي وقته في تحقيق هدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يعيد المحتجزين ولم يتطرق نتنياهو في كلمته إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس على الرغم من استحابه أهالي محتجزين معه إلى واشنطن مما أثار ردود فعلا ضده في إسرائيل من قبل أهالي المحتجزين وقادة المعارضة نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي لتبرير العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة في واقع الأمر ليست الصورة كما بدت أو جرت ترويج لها مرس رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو التضليل مجددا وحاز تصفيقا حارا من أعضاء المجلس بغرفتيه النواب والشيوخ لكن الحقيقة هي أن كل ما قاله نتنياهو لم يكن صدقا وليس كل من سمعه صدقه تحدث نتنياهو أمام الكونجرس في مقاطع الجلسة أكثر من ستين مشرعا ديمقراطيا من بينهم رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي كما غابت عن الخطاب نائبة الرئيس كمال هاريس متذرعة بضيق الوقت على الرغم أنها هي من يجب أن يرأس الجلسة وفق البروتوكول موقف يأت احتجاجا على طريقة إدارة نتنياهو للحرب في غزة حيث سقط نحو أربعين ألف ضحية معظمهم مدنيون ولا سيما من النساء والأطفال وهذه هي المرة الرابعة وهو رقم قياسي بالنسبة إلى زعيم أجنبي التي يخاطب فيها نتنياهو الكونجرس وهو أمر عادة ما يكون مخصصا للقادة الذين يجرون زيارات دولة من جهتها نددت حركة حماس بخطاب نتنياهو أمام الكونجرس معتبرة أنه يضلل المجتمع الدولي وقالت حماس في بيان إن حديث نتنياهو عن جهود مكثفة لأعادة المحتجزين هو كذب وتضليل للرأي العام الإسرائيلي والأمريكي والعالمي وبينما كان نتنياهو داخل الكونجرس شهدت الساحة الخارجية لمقر الكابيتل تجمع الآلاف احتجاجا على الخطاب وللمطالبة بوقف العدوان على غزة ورفعت لافتات تحوث الولايات المتحدة على وقف المساعدات الإسرائيل وتصف نتنياهو بأنه مجرم حرب وتسببت زيارة نتنياهو الذي وصل إلى واشنطن الاثنين في إحداث فوضى لا حصر لها في شوارع العاصمة وتات زيارة نتنياهو في خضم اضطرابات سياسية تشهدها الولايات المتحدة بدأت بمحاولة اغتيال ترامب وانسحاب بايدن من السباق إلى البيت الأبيض ودخول نائبته على الخط ساعية إلى الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات نوفمبر المقبل